اشتركوا في القناة مصدر للسعادة لأن التوقيت اللي احنا بنمر بيه دلوقتي والظروف اللي احنا بنمر بيه دلوقتي في غاية الصعوبة والحرج والكلام ده يمكن مش دلوقتي بس الكلام ده ابتدى من الفترة أو من الوقت اللي كان بيسبق أو كان قبل مواجهة النادي الأهلي لفريق الوداد في نهاية دور الأبطال ومازالت الهجمة مستمرة ومازال الطيار شديد ومازال الحقيقة حالة التربص والاستهداف كبيرة جدا لكل ما هو مرتبط بالنادي الأهلي الكلام ده شفته وتابعته يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة ودقيقة بعد دقيقة على وسائل إعلام مختلفة على مواقع إلكترونية على منصات سوشال ميديا كل ما هو منتمي أو مرتبط باسم وشعار النادي الأهلي تم استهدافه كنت بتكلم بقى على إدارة كنت بتكلم على رئيس النادي كنت بتكلم على أجهزة فنية سابقة أو حالية كنت بتكلم على لعبة النادي الأهلي كنت بتكلم على كباتن الفريق كنت بتكلم حتى على قناة النادي الأهلي والهاجمة الشارسة دي الحقيقة ما تقدرش تحدد مصدرها يعني ارجع بالشريط كده وبالذاكرة لورا شوية من أيام بطولة كاس العالم حتجد الأهلي في مواجهة الجميع الأهلي في مواجهة اتحاد أفريقي غابت عنه معايير المسندة والعدالة وظهر ده بشكل واضح جدا سواء في مشاركة الأهلي في بطولة كاس العالم الأندية أو في نسخة أخيرة من دولي الأبطال حتجد الأهلي وقف في وجه أو وجه حالة تربص من ناس كانوا قائمين على منظومة الكرة في مصر إيش لجنة سلسية إيش لجنة خماسية إيش اتحاد كرة وكلهم لهم سقطات الحقيقة في منتهى العنف هتلاقي الأهلي وقف في مواجهة إعلام مرئي ومسموع ومقروء يستهدف الأهلي بغالبية الأخبار الغير صحيحة أو الغير دقيقة على الإطلاق منصات سوشال ميديا بتتكلم كل من هب ودب بيكلم وبيربط نفسه باسم النادي الأهلي ولو إحنا هنا أنا وزمايلي تفرغنا في القناة للرد والتصحيح ولرصد السقطات المهنية والأخطاء الكارثية مش هنبص أبدا لمصلحة النادي الأهلي عشان كده بقول له جمهورنا النادي الأهلي من واقع حبك وغيرتك ما تخليش حد يستغل لحالة الغيرة وحالة الحب ويشتتك عن هدفنا إحنا قدامنا موسم في منطقة الصعوبة الحمد لله ربنا كرامنا مبارح والفريق استعاد جزء كبير جدا من شكله في ظل نفس الظروف الصعبة اللي بتعاني منها فرقتنا وقدرنا نحقق فوز مهم جدا في توقيت مهم جدا على الجنة والمشوار هيفضل في منطقة الصعوبة لغاية لما الموسم ده ينتهي وبعد الموسم يبقى لنا واقفة ويبقى لنا كشف حساب ونقول مين أخطأ فين ونصلح أخطأنا إزاي عشان في النهاية مصلحة النادي الأهلي والأهلي يرجع دايما أفضل من الأول مبروك الفوز على الجنة وإن شاء الله بإذن الله في انتظار مزيد من الانتصارات في الفترة اللي جاية ما تشتتوش نفسكم مهمتكم الأساسية دعم من نادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله بنفس الجمهور ومسندته وبدعمه قادرين إن شاء الله نحنا نوصل لمنصات التتويق